انا اللذي يحي ويميت انا القانون والدولة والجلات انا اللق درقتل منكم ميت كلب كل يوم ده اقل كلام ممكن يقوله حمزة البسيوني وقال انا ما استلمش المساجين بإيصال ولا حد يعرف عددهم عندي كان ولا حد يعرف عدد المسجونين اللي دفنتهم في الصحر خليكم معنا عشان نعرفكم كل التفاصيل عن وحش السجون المصرية حمزة البسيوني اهلا بكم في رحلة جديدة من رحلات الرحولة والنهاردة هنكلمكم عن حمزة البسيوني بس قبل ما نبدأ ما ننسوش تعملوننا لايك وفولو وسبسكرايب لو انتم عن يوتيوب واريت فعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد معظمنا في مصر ممكن يكون سمع اسم حمزة البسيوني او يعرف اي معلومات عنه حمزة البسيوني اشهر قائد سجن حربي في عهد الرئيس جمال عبد النصر واشهر اركابه هو باعبوع السجن لانه ارتكب مجازر كتير دموية في كل المساجين اللي كانوا تحت ايده لدرجة انه اطاول على ربنا نفسه وقال انا الذي يحي ويميت انتم متخيلين هو وصل لدرجة ايه؟ المهم هو زي ما قلت لكم هو كان قائد السجن الحربي في فترة الستينات ومساحة السجن في الوقت ده تقريبا كانت حوالي 14000 كم مربع وكان متقسم لأربع اقسان كل قسم منهم كان اسوأ من اللي قابله وحمزة البسيوني بقى كان بيعذب المساجين بتوعه في السجن الطويل العريض ده بقى بشع الطرق اللي ممكن تخطر على بال اي حد ده انا هقولكو بلاوي صبروا عليا بس لما كان في حد من المساجين بيصرخ من اسوأ التعذيب ويقول يا رب كان بيقوله انت بتنادي على ربنا ربنا ده في الزنزانة اللي جنبك استغفر الله العزيب يعني ده بني ادم اصلا ربنا مش همه يعني اكيد مفيش بني ادم في الدنيا هيبعطه في دماغه اساسا وعلى قد كده يعتبر حمزة الباسيوني من اشهر الشخصيات المصرية تب واحد هيقول لي مشهور بايه يعني مشهور بالفساد في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحس ان هو بيحقق تارجت كده من بعد ما اتخرج من الكلية الحربية وانضم لتنزيم الدبات الاحرار اللي هم عملوا انكلاب على الملك فاروق ونجحوا فعلا ان هم يمشهم الحكم وبعد ما استلم جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية تم تعيين حمزة الباسيوني قائد للسجن الحربي ومن هنا بدأ سلسلة المجازر والجرائم اللي عملها كان راجل جريء وظالم وطاغي لا حد بيهمه ولا حد بيخاف منه ورغم كل ده الحكومة كانت مأيدها جدا كأنه كان ماسك عليهم زلة وهو في الحقيقة كان ماسك عليهم زلة فعلا وانا جايلكم في الكلام الراجل ده على حسب بعض المصادر تم ارساله البعثة لامريكا عشان يتعلم فنون التعذيب ده بدل ما يتعلم حاجة عيدلة يعني بيقولك اغلب المساجين في السجن الحربي في الوقت راخ مصر كانوا دكاترة وكتاب ومهندسين وعلماء ودول كانت الحكومة شايفاهم خطر على البلد اول ما مسجون جديد بيخش السجن بيتم استقباله بالكلاب البوليسية احصل استقبال واول ما المسجون يخش الزنزانة بيخله يقلع هدومه ويطلقه عليك كلاب ويخله تنهاش في لحنة ومن الطرق التانية ان هما بيخليه يقلع هدومه هو كده كده لازم هيقلع بيخله يوطي ويحط طوء على رقابته او زي حبل ويجره زي الكلب ويقولله هاو هاو يالو وبعد كده ينزل بالزيت على جسمهم ويبدأ يجلب فيهم بالكرباء وكان بيجيب ازاز متكسر ويفرشه في الزنزانة ويخليهم يسحفوا عليه وهم حفيين وكان في لقاء مع الفنان عبد المنعم مدبول اللي يرحمه كان بيقول فيه كان فيه واحدة من جرانه جزها كان معتقل في السجن الحربي وبعد محاولات كتير ووصايت قدرت ان هي تجيب تصريح الزيارة بس ويوم الزيارة راحت الست هناك ومعها بنتها ع السجن وقابلت هناك حمزة الباسيوني بتقوله انا معي تصريح وعايز اشوف جوزي الله هو مالو حاضر دلوقتي هتشوفي جوزك اعودي هنا وانا هندهولك وفعلا لقيت جوزة داخل عليها مربوط فرقابته حبل ومجرجرين وزي الكلب انتم تخيلين المنظر ده حصل قدر مراته وبنته لا ومش بس كده حمزة الباسيوني بص عليه وقال له انت مين؟ رد علي المسجون وقال له انا كلب ساعدتك رد علي حمزة الباسيوني وقال له طب والكلب بيعمل ايه؟ قال له بيهوهاو في سيابتك قال له طب يلله هوهاو وفعلا الراجل ماشي علي ايده ورجله قدر مراته وبنته وقعد يهوهاو حاجة في منتهى الزل والاهانة الراجل ده مكانش طبيعي كان الإزاز المتكسر اللي مفروش على الأرض بيجيب على المساجين وينايمهم على ظهرهم ويفضل يسحل فيهم لحد ما جسمهم كله يبقى تمالة دم وبعد كده يؤمر ان هما يطلعوا بره يتعلقوا في الشمس لحد ما جسمهم ينشف كأنه بينشرهم وكان مستمتع ومبسوط جدا وهو بيعطي كده الموضوع وصل معا له انه هو بقى يحرق المعتقلين بالنار لحد ما يموتوا وفيه طريقة تانية بيستخدام حمس الباسيوني اسمها العروسة وديه يقال ان هو اللي اخترعها بس فيه مصادر تانية بتقول لنا ان الطريقة دي موجودة من زمان وهي عبارة عن ضلوح كبير من الخشب معطوعة على شكل الإنسان فاتح ايده ورجله وبيتربط في المسجون وبيبدأوا ينزلوا عليه بالكرباك وفيه طريقة تانية مش عارف اقول لكم عليها ولا لا اسرح بس انا هقولها وخلاص الراجل المريض ده كان بيربط المساجين من أعضاؤهم التنسلية ويبدأ يجر فيهم لحد ما يشويهم والمصيبة الأكبر ان هو كان بيعلن الجرائم بتاعه دي عادي قدام كل الناس وما كانش بيهمه أي حد وفيه مصادر تانية بتقول لنا ان هو كان بيستدعي زوجات المعتقلين عشان يضغط عليهم بالاعتراف وله ما اعترفش بيقمر باختصاب مراته قدامه حاجة في منطر قزارة ومحدش يعرف كام عدد المساجين اللي ماتوا تحت ايده او اللي ترامق في الصحراء لقوا بيقول كمان ان بعد ما بيقتل الناس دي كلها بتوصلوا رسال شكر ومحدش يقدر يكلمه او يسأله في ان هو بيعمل كده ليه ومن اشهر المساجين اللي حبسهم حمزة البسيوني هو الكاتب والصحفي مصطفى امين وقال مصطفى امين في كتابه سنة اولى سجن بعد ما وصلت السجن الحربي بعد ما خرجت من سجن المخابرات نقلوا حمزة البسيوني في زنزانة صغيرة وكان معا كلبين الكلبين دول كان واحد اسمه ميمي وواحد اسمه ليلى دول اسماء فتيات ليل مش كلاب خالص واول ما دخلوا عليه قاعدوا يقطعوا في هدومه وينهشوا في لحمه من شراسة الكلاب ده بيقولك حتى هم قفلين بققهم كان الناس بتاعهم طالع لبرة والكلاب دي عرف بعد كده مصطفى امين ان هم مدربين ان هم يقطعوا اي بني ادم قدابهم مجرد ما حمزة البسيوني يمدي ايده باشارة وقال انه في يوم من ايام اخدوه على مكتب حمزة البسيوني وكان بتجمع هو وكان زابط هناك واحد من الزباط اللي قاعدين قاله اقلع هدومك كده بصله باستغراب وقالع هدومه الزابط قاعد يبص على جسمه وبعد كده بصل حمزة البسيوني باستغراب وقال له ايه ده يا عمد ده انتم تلعين الناس عندكم وفي نفس اللحظة الشويش اللي كان واقف فراه نزل جلده وضربه بالكرباج عليه وذكر مصطفى امين وقال انه اثار الدرب والجلد فضلت معلمه في جسمه لمدة سنة كاملة وبعده ما خلص درب فيه كان خلاص الشويش هيرجعه الزنزانة رح قاله حمزة البسيوني لأ خليه مسلينا اندهلنا لاكي ويطلع مين لاكي ده مصطفى امين قال انا شفته قدامي شيء مستحيل حد يصدقه قال انا شفته قدامي الكلب ضخم جدا في حياتي ما شفته ازايه شكله بشع ويخوف وحجمه في حجم الحمار واول ما حمزة البسيوني بس ادلقه اشارة رح حجم عليه صرخ مصطفى امين ساعتها بأعلى صوته ونط وراء واحد من الزباط اللي كانوا قاعدين عشان يتحمى فيه ومن شدة هجوم الكلب جرح رجل الزابط اللي كان بيتحمى فيه مصطفى امين ولما حصل كده حمزة البسيوني قمر ان الكلب يطلع بره في سنة 1959 كان فيه مجموعة من المساجين قاعدين بيأكله واحد من المساجين دول قاعد على الارض عادي وهو بيأكل مين بقى كان معادي؟ حمزة البسيوني يومك اسود هو انت بتاكل وانت قاعد ممنوع يا بشا تاكل وانت قاعد بيأكل هو قاعد جرقوا عليه وقاعد يضرب برجله لحد ما كسروا المساجين ساعتها اتقطروا على العسكري ده ودربوه واخدوا منه سلاحه والمفتاح بتاع الزنزانة وقدروا يسيطروا على الوضع شوية في السجن وحبسوا كل عساكر نبط شاية معاه ولما سمع حمزة البسيوني الكلام ده اتعصب جدا ودخل عليهم ومعام كريفون كبير وقاعد يؤمرهم بان هما يسلموا السجن لكن رد المساجين كان جريء جدا رفضوا ان هما يسمعوا كلامه وقاعدوا يشتموا فيه لان هما ما صدقوا ان هما يقدروا يسيطروا على السجن لحد ما خلاص حمزة البسيوني ما كانش فيه حد لقدامه غير ان هو يهودهم قال لهم شوف انتوا عايزين ايه وانا عامله لكم قالوا احنا مش عايزين نتكلم معك انتا احنا عايزين نتكلم مع اللي مشغالك هنا والمدة التلات ايام كانوا مسيطرين فيهم المساجين على السجن الحربي وطلبوا ان هما يقابلوا وزير الدفاع اللي هو كان عبدالحكيم عامر في الوقت ده وهو كان مسافر وتكلموا مع رئيس اركان الجيش بدل منه وكان شرطهم الوحيد هو ابعاد حمزة البسيوني عن قيادة السجن الحربي وفعلا ده حصل وطلب الرئيس جمال عبدالناصر ان هما يرقوا حمزة البسيوني وينقلوا مكان تاني واول ما حمزة البسيوني سمع الخبر ده راح على طول على مكتب الرئيس جمال عبدالناصر وطلب مقابلته واول ما دخل عليه قاعد يبكي ويعاية للرئيس جمال عبدالناصر استقرب جدا من اللي بيحصل قال له انت بتعمل كده ليه قال له حمزة البسيوني انا سمعت كلام من اللي هو عبدالحكيم عامر ان انت حكمت علي بالاعدام جمال عبدالناصر بصره بندهش وقال له انا ما قلتش كده خالص قال له انه قلت لعبدالحكيم عامر انه هو يرقيك وينقلك لمنصب تاني في الجيش ويبعدك عن السجن الحربي رد علي حمزة البسيوني وقال له ما هو ده الاعدام يا فندم انت لو نقلتني من السجن الحربي ورجع حمزة الباسيوني من ثاني أسوأ من الأول وانتقم من كل المساجين اللي كانوا موجودين هناك وبقى كل يوم بالنسبة لهم أصعب من اليوم اللي قبله حمزة الباسيوني بعد رجوعه تاني للسجن بقى فنان في طرق التعذيب ما هو بنتين منهم بقى وخلاص بقى الناس ما بقيتش قادرة تستحمل هذا الظلم لحد ما الرئيس جمال عبد الناصر حس انه هو يفقد منصبه خلاص وفي سنة 1967 أمر الرئيس جمال عبد الناصر بقى حالة حمزة الباسيوني للتقاعد وبرده الكلام ما عجبهوش وحاول يترجى الرئيس من ثاني بس المرة دي كان القرار نهائي ما فيوش أي نقاش درجة ان حمزة الباسيوني كون مجموعة معا من كم واحد وقرروا يعلنوا انكلاب على الرئيس بس المحاولة بتاعتهم انكشفت وتم القبض عليهم وتسجن حمزة الباسيوني لمدة سنتين وفي فترة وجود حمزة الباسيوني في السجن هدد بانه هو ممكن يفضح المسئولين وكمان يفضح الرئيس جمال عبد الناصر لانه كان عارف كل الخفاية بتاعتهم ما هو كان معاهم في تنظيم الدباط الأحرار وقال لهم خرجوني من السجن بدل محكي على كل حاجة وفعلا ده اللي حصل وتم اطلاق صراح حمزة الباسيوني ده تلعب سيطر بجد وبقى من الوقت ده مصدر تهديد كبير للمخابرات المصرية وخططه لاختياله ولما استلم الرئيس انور السادات الحكم امر باغلاق كل السجون السياسية والافراج عن كل المساجين والحد يوم 19 نوفمبر سنة 1971 وده كان اول ايام عيد الفطر في اليوم ده كان حمزة الباسيوني مسافر من اسكندرية وراح للكاهرة وكان معافل عربية اخوه العقيد عباس الباسيوني في فجأة عمل حدثة في عربية لوري كانت محملها سياح حديد والسياح كلها دخلت في جسمه الراجل باز حرفيا المسعفين ما كانوش عارفين يعملو له ايه بيقولك ان نص جسمه اليمين انفصل عن النص الشمال ومات قبش عموتة وهو بيتعذب من الام السياح الحديد وهو ده فعلا جزاء كل ظالم وفي مصادر بتقولنا ان حمزة الباسيوني هو صغير اتعرض للاختصابه وانه كان ضعيف الشخصية جدا قدام مراته وانه هي على طول كانت بتهين فيه قدام عائلته وهو ده اللي سبب له النقص في حياته وكان بيطلعه على الناس والمساجين ولما دخلوا جسيته في الناعش وراحوا بيعى المسجد عشان يصلوا عليه اكرامكم الله كان كل شوية عمال يعمل حمام على نفسه وهو ميت لدركة انه هم غسلوه اكتر من عشر مرات وما فيش فايدة وما تصلاش عليه في الاخر والدفن على طول في قبره وبكده تكون انتهت كسف ملك التعذيب في السجن الحربي وبكده نكونوا عرفناكم كل حاجة نعرفها عن حمزة الباسيوني لو انت تعرفوا لنا اي معلومة جديدة يريد تقول لها لنا في الكومنتيات وبس كده دي كانت حلقتنا النهاردة من الرحالة رب نكون ادنى تفيدكم بأي معلومة حتى لو كان بسيطة استنونا في رحلة جديدة